نأتي للفانكشن الثانية من الفانكشنز تقوم بالنسخ وهي فانكشن اسمها هاي الفانكشن بعطيها الناص بعطيها كم عدد الأحرف اللي بدي أنسخهم وبترجع لي جزء من الناص لكن من آخر السلسلة الحرفية من اليمين من يمينها كونها رايت من اليمين يعني من نهاية السلسلة الحرفية أنا أعطيها من نهاية النص هذا بعدد الأحرف المعطة فهي تعيد فانكشن تعيد جزء من الناص أي تنسخ جزء من الناص بالعدد المعطة من الأحرف ولكن تبدأ من نهاية النص طبعا هي بتحافظ على ترتيب الأحرف مش أنه أوكي بتجيب إيهم من النهاية بلش تعكسهم لا بترجعهم بنفس الترتيب شو يعني؟ خلنا نشوف هذا المثال لو جد أحكي لك شو المخرجات هذا الكود؟ في عنا ميسيج بوكس strings.write welcome, for يعني اعمل لي نسخ من كلمة welcome بمقدار أربع أحرف طيب لو جينا ننسخ من كلمة welcome طيب انت بدك إيها من الأول ولا من الأخير ولا من النص نتطلع اسم الفانكشن فانكشن اسمها write شو يعني write؟ يعني يروح على هذا النص وجيب لي آخر أربع أحرف منه وين آخر أربع أحرف؟ واحد اثنين ثلاث أربع إذن كلمة come فحيكون الأوتبوت عنا اللي هي كلمة come هاي بالنسبة لفانكشن طيب الآن لو أنا بدي أنسخ جزء من النص ما بدي لا من بداية النص ولا من نهاية ترجمة نانسي قنقر